يقول في مدخل الحمراء كان لقاؤنا ما أطيب اللقيا بلا معادي عيناني سوداوان في حجريهما تتوالد الأبعاد من أبعادي هل أنت إسبانية؟ سألتها قالت وفي غرناطة ميلادي غرناطة وصحت قرون سبعة في تينك العينين بعد رقادي وأمية راياتها مرفوعة وجيادها موصولة بجياد ما أغرب التاريخ كيف أعادني لحفيدة سمراء من أحفادي وجه دمشقي رأيت خلاله أجفان بلقيس وجيد سعادي ورأيت منزلنا القديم وحجرة كانت بها أمي تمد وسادي والياسمينة رصعت بنجومها والبركة الذهبية الإنشادي والدمشق أين تكون؟ قلت ترينها في شعرك المنساب نهر سوادي في وجهك العربي في الثغر الذي ما زال مختزنا شموس بلادي ومشت معي والشعر يلهث خلفها كسنابل تركت بغير حصادي ومشيت مثل الطفل خلف دليلتي ووراءنا التاريخ كوم رمادي الزخرفات أكاد أسمع نبضها والزركشات على السقوف تنادي قالت هنا الحمراء زهو جدودنا فقرأ على جدرانها أمجادي أمجادها ومسحت جرحا نازفا ومسحت جرحا ثانيا بفؤادي يا ليت وارثته الجميلة أدركت أن الذين عانتهم أجدادي عانقت فيها عندما ودعتها رجلا يسمى طارق بن زياد قاتل قاتل يعني ذبحتنا